عقد رئيس مجلس الوزراء الدكتور مصطفى مدبولي اجتماعاً لمناقشة عرضاً مقدم من إحدى الشركات الأجنبية الكبرى لإقامة محطة عملاقة للهيدروجين الأخضر في مصر من خلال استثمارات أجنبية مباشرة أوضحت رئاسة الوزراء في بيان أنه من المقرار أن تبلغ قدرة المشروع 400 ألف طن سنوياً من خلال الاعتماد الكامل على الطاقة الشمسية بقدرة 15 جيجاوات لفتة إلى أن إنتاج المحطة من الهيدروجين الأخضر سيتم تصديره بالكامل إلى أوروبا والسهداء بلوغ قيمة الصادرات من المشروع مليار دولار سنوياً يأتي ذلك فيما أرم مدبولي عن ترحيبه بالمشروع طالباً بدأ إجراءات دراسات الجدوى الخاصة به